نشوفون حالة حكيمية تدخل أو العروي هنا العاكم اللي لا تمويه واش كان تمويه ولكن خطأ لصالح العروي هنا نشوف الحالة بثاوية أخرى ولكن الخطأ واش كان خارج منطقة العمليات أو داخل منطقة العمليات تفضل بالفتح بك اللي خطأ لا تموي لداخل منطقة العمليات وربما كانت أصرع تقدير بالنسبة للحكام لأن السقوط ديال اللاعب كان سقوطا على إتلي التحام باللعب سخونات سكاك عادي لا يستجب إيقاف اللاعب ولا يستجب كذلك معاقبة لعب الإنذار 22 تدخل اللاعب النادي القونيطري سنشوفوا هذه الحالة هنا في هذه الحالة واش كان فيها خطأ بعد هذا التدخل أمامكم الصورة تضل سخونات هنا نشوف التدخل تضل سخونات بالفعل كان ضربت خطأ وفيها قرى الانذباطي وفيها قرى الانذباطي وجود تغور في هذه الحالة بالفعل قرى كان هناك الخطأ ويستجبوا العقوبة الانذباطية نعم نشوفوا الثلاثة وعشرين تدخل مرتدفال وإنذار ونشوفها مدمجة مع الثلاثة وخمسين كان تدخل آخر مرتدفال وليم خلاله أخذ الطرد هنا نشوف تفضل سخونات ضربت خطأ عادية لا تستوجب الحالة لاخذ فيها فعل انذار والطرد هذه الحالة تستوجب وجود تهور في هذه الحالة ليس كالسابقة نفضل أن نشوفها في الحالة نشوف الحالات نوقفهم هنا لوضع مقارنة ما بين التقدير الصحيح والتقدير غير صحيح وليس صارد أن العملية الأولى والتي يقوم بها الآن لعب 28 في الحالة الأولى أنها لو كانت تستوجب الإنذار مقارنة من العملية الثانية في العملية الثانية مقارنة معها تستوجب إخراج البطاقة الحمراء إلا أن هنا يتضح أن هناك سوء تقدير خصوصا في الحالة الأولى التي لم تكن تستوجب أي عقوبة انضباطية يعني خطأ بإهمال في شكل عادي وطبيعي ثم الحركة الثانية تستجب الإنذار وربما كان هناك تصرع حتى باش نكون واضحين حتى المكان دي التواجد دي الخطأ لم يكن مكانا يسمحوا بتطوير عملية أو فصة أو صوصة واعية الحالة تمجوج أعطيتون الفرق بين الحالة للإهمال والحالة للتهور بالفعل الحالة للإهمال والتهور الأولى لا تستوجب إنذار واخرى تستوجب إنذار هذا الإهمال إمتى تستوجب إنذار في حالة وجود فرصة واحدة للتسجيل لحالة كانت قبل أن لا تسلل بعيدة تتنعى الفرصة واحدة في دقيقة 40 تسلل ضد مهاجم المغرب التتواني ونرى هذه الحالة وكانت هذه الحالة في آخر عمر المقابلة وكان قولنا شبيهة بتسلل الويداد وهنا نرى كين تسلل لما كيش للحكم كين وما كيش لا وجود تسلل نعم ترجمة نانسي قنقر